بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين في كل مكان متابعي ومشاهدي قناة الاقتصاد والفلاح دائما قناة كل العرب بإذن الله تعالى استمرار القناة في تقديم حلقات رعاية الأغنام والماعز حلقة اليوم بإذن الله تعالى عن الأملاح المعدنية وفائدة للأغنام والماعز ضمن سلسلة إضافات الأعلاف وفائدة التي تقدمها القناة في حلقة اليوم بإذن الله تعالى نتعرف على الاملاح المعدنية واضافاته على الاعلاف بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم اعزائي المشاهدين في الحلقات السابقة تناولنا الفوائد الصحية لاضافات الاعلاف مثل بيكربونات الكالسيوم اللي هو الحجر الجير وعرفنا فوائده الكثيرة كمصدر هامل الكالسيوم للحيوان وايضا في الحلقات السابقة تحدثنا ضمن سلسلة اضافات الاعلاف عن بيكربونات السوديوم اللي هو الكربوناتو او صودة الخبز وعرفنا فوائدها لاضافات الاعلاف حلقة اليوم باذن الله تعالى عن الاملاح المعدنية عايزين نعرف فوائد الاملاح المعدنية ولكن خلينا نناقش الاول ايه الاضرار اللي ممكن تحدث اذا نقصت الاملاح المعدنية في جسم الحيوان اولا كلنا بيحتاجين ان الحيوان ينمو بصورة طبيعية ويعصل عنده معدلات تحويل ويكون فيه خصوبة من ضمن المشاكل اللي بتحدث عند نقص الاملاح المعدنية في جسم الحيوان بيحدث خلل وظيفي للاغنام والماعز ويؤدي الى واحد فقدان للشهية اتنين انخفاض الخصوبة حضراتكم بتكونوا عايزين المعدل الوسط لولادة الاغنام والماعز ثلاث ولدات في السنة ممكن الغنم او الماعز تلد مرة واحدة في السنة فاضافة الاملاح او عدم اضافتها من الاساس بيؤدي الى انخفاض الخصوبة من العلامات ايضا اللي لو ظهرت عندك على الاغنام او الماعز اعرف ان هما محتاجين املاح معدنية زي ان تلاقي الاغنام بتاكلوا الصوف بتاع بعضها وتلاقي الماعز بيقطع في الشعر بتاع بعضه ده كده اعرف ان هي علامة محتاجين نقص للاملاح المعدنية لازم تزودها لهم على العليقة يبقى عرفنا الاعراض اللي ممكن تحصل لو نقصت الاملاح المعدنية بيؤدي فقدار للشهية انخفاض معدل الخصوبة اكل الاغنام والماعز يصوف بعضها البعض طيب خلينا بقى نتعرف زي ما عرضنا المشاكل اللي تحدث نتيجة انخفاض الاملاح او عدم تقديمها او اضافتها الى العليقة خلينا نعرف ايه اهمية الاملاح المعدنية لاضافات الاعلاف اولا تكمن فوائدها فيه رقم واحد بتنشط حركة الجسم والعضلات اتنين متحافظ على التوازن الكيميائي الحمدي القاعدة في جسم الحيوان تلاتة بتساعد على تنشيط الانزيمات والعناصر الغذائية اربعة بتنشط وتساعد عمل على عمل المناعة في جسم الحيوان ومقاومته للامراض كده شوف عرفنا الفوائد المختصرة للاملاح المعدنية طيب ليه احنا اساسا بنضيف الاملاح المعدنية دلوقتي والناس زمان في الفترات السابقة قبل ما تطلع الاضافات دي الاملاح المعدنية ايه اللي كان بيحصل وليه الاغنام كانت كويسة لان في الماضي الاغنام والماعز كانت بطرعة على المراعي الطبيعية والمراعي الطبيعية كانت غنية بمختلف انواع الاحشاب التي تحتوي على الاملاح والفتمينات التي تكفي حاجة الحيوان ولكن الان زي ما حضراتكم عارفين اصبح المراعي الطبيعية نادرة او مش موجودة من الاساس في الدول العربية وليلة جدا وخاصة ان اغلب تربية الماعز في مزارع مغلقة والناس كمان المربين اللي بيربوا على اسطح المنازل فما فيش مراعي او مفيش مكان للحيوان يرعى فيه حتى المراعي اللي موجودة فقدت كثير من النباتات اللي كانت موجودة فيها والاحشاب اللي كانت بتطلع وفيها عناصر واملاح معدنية مفيدة لذلك اضافة الاملاح كان الحل الوحيد لتصنيع الاملاح المعدنية واضافتها الى الاعلاف لتعويض الاغنام والماعز عن نقص هذه الاملاح كده عرفنا السبب ان احنا صنعنا الاملاح المعدنية وبقت موجودة وعرفنا زمان كانت موجودة فين الاملاح المعدنية كانت موجودة في الطبيعة وتناولنا تناولنا فوائد الاملاح المعدنية وعرفنا لو حصل نقص هذه الاملاح المعدنية عرفنا المخاطر ان شاء الله تعالى في الحلقات السابقة نتعرف على نوع جديد من اضافات الاعلاف من سلسلة اضافات الاعلاف وفوائدها لو حضرتك الفيديو عجبك واستفدت لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اه حاجة معلومة كمان طيب الناس اللي ممكن تسأل احنا نضيف الاملاح المعدنية نضيف قد ايه على العليقة ونجيبها منين اولا الاملاح المعدنية بتتوفر في صورة عبوات حجم واحد كيلو عند السياداليات البيطرية طيب نضيف قد ايه لو حضرتك بترب في البيت بتدعم الكميات بسيطة كل خمسين كيلو عليها هتضع عليهم ميتين جرام فقط لغير من الاملاح المعدنية اشوفكم بخير في فيديو جديد ولو محتاجين اي حاجة هرد عليها ان شاء الله استفصالاتكم في التعليقات في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته